نعم الفيشة الفيشة ايه؟ الفيشة السخان البايزة اللي بتشرز ايه بتشرز دي؟ اه طبعا انا هتوكل على الله تعالى ان كان على الفيشة موجودة بس على الله تطلع صنايعي ادخل يا ساتر خلي بالك للكهرباء اتعضك لا يا منا الكهرباء سناء بيت يا سناء ايه يبا فيه ايه؟ صوت مين يا بيت اللي في الحمام دا؟ انتي مالك انا مالك ازاي؟ في صوت راجل في الحمام دا الكهربائي اللي مويا باعته عشم يصلح فشة السخان ولما هو الكهربائي تقبليه بالشكل دا يا بيت مش عيب عليكي خش ستوري نفسك بقى اي حاجة اقولك الكهربائي تقولولي ستوري وبعدين دا حت تتعاير لو بصلي بعيني اللي الدين دول هكزقهم لبصوابعي قبله على ايش عندك شكينة ببوز وما جبتش معاك مفاكة ليه؟ انا باوزى حاجة اصعى مش هتشاب يعني كهربائي من حيط شلومة لعدة كلها طب ادخل وحجبها لك واجي وراك على طول مش هو دا هو دا هو دا العيلي الصغير لا راح لاهنة ولاهناك دي لو بصت له واحدة بس بعيني الحلوين دول تاني يوم الصبح تخلي فتواب هههههههه. تبكلحة ليه. ما تخش اي ابنت اتجيبك. يلا السكينة البوز. بقى السكينة البوز قال. سكينة البوز يسطل. مالك. مربوك وملبوخ وعرقان وحستك حوسة. ما أنا عملك ايه. ما انتو حطين فيشك سكان المطبق في الحمام وحطين السكان في البالكونة. أهل لخبطة اللي انتو عاشين فيها دي. طب سكينة البوز. طب ورجع. رجع بدأ مو يحصل قفلة وتتخضي يا اختي يا ربي يا اخويا تخدني وارتاح تعرف يا سنق الحجش الشاب ده زي ابوها بالظبط صحيح افتكرت البقية في حياتك يا زيزو هو انت رجعت قائمتها من البلد بعد الجنازة انت عرفت من ايه قصلي كنت وقفة في الشبابة اتفرج عليكم كنت يواد امر في الجنازة هو انتو لسه معرفتوش مين اللي سرق البضاعة من الورشة انت يتخاف مينك بقى وعرفة ايه كمان استيزانات عرفة كل حاجة يا زيزو معا دا حاجة واحدة مرتبط وفي حد طيبة اليومين دول هديك يشايف ابوها يعني مات وصاب وراها ولا البد لوبنة لوبنة الدكتورة دا كلام ما يملاش دمال اي حد يعني سيبك من الكلام دا خلينا فيك انت بقى انت انظامت بالظبط دي حاجة تتحس ما تتقلش يا حمار سنتي يعني موازة يعني بتختفي كده من المنطقة وبعدين تيجي وبعدين اقولك كاسا متجوزة غامضة هاي يا زيزو خلصت شغلك ولا مستني الحاج يستلم منك يستلم ايه بس يا امه واحنا كنا بنسلم عمارة فيش تمام اهي وعشة على عشة شكرا هاي جب يا اخي روحتي فين يا مقصوفت الرقبة ياما بحسب الراجل مش كده لو عايز تعرف جوزي فين وحكايتي ايه تعالى قابلني بكرة الساعة اربعة في مدان العتبة قدام المطقة ابت بطالك نام بقى ولو مجيتش حنزل اقول ابويا انك حاولت تبسني وانت بتخلح السخير هاي قبضوا ولا المعلم قبضوا قبل ما يطلع ياما مش راضي وعمللي فيها صابي المعلم وكده يعني ما بردك الحاجة ما ينفعش عمش الشاب يخيرو علينا بردو يا اخويا كترخيرك مدا يمخيرو عليك كاف بقى ما انا مغز يعني ما ينفعش برضو نكسف المزمزين الزغيرة ربنا يا باركلك فيها الله يكرمك الودة حلانجة بشكل والنعمة ما بتفهمي في الرجالة هلا على السلامة يا عبدالعزيز وانا كنت مسافرة هلا على السلامة تأخذتك ده اليابني هو عتكون نزلت شرح عبدالعزيز ولد هنا يا امو فقف قدت بيزاك اليابني عايزه في حاجة لا بطمن عليه بس تعالي يا ام عايزة خير يا امو الفلوس فاني اللي كنت تعاينها معاك الفلوس موجودة يا دانان لا بقى تعالي عنايز هيا يا ابني اتوني شرحيز وعاوزها هيا هتفهمي دلوقتي يا اشجا قلت اندى هلا عزبال ليه يا امو اتريك هتفهمي بقى اشجا هيا تعالي يا عايزة خد يا ابني اتوني يا امو اتوني دولة حاجة احفة على يدك يا ابني عزيز ما تكهرنيش قلت انا قبل زابت ماليش حاجة عنك ما تحقني ما تحقني ولا ماني والله ما هاكون لك حاجة ولا عايزة منك حاجة خلص خد يا امو نصيبها حشي على جنب ودول نقطة جدي ليا يخليهم معاك لا يا ابني الفلوس كلها هتفضل معاك انت وصينا النهاردة ما كان ابوك واللي هتقول عليه حيمشى على الكبير والصغير ده حق يا امو والحق حبيبه الله وانا ان كان علي اقطع من اللحن عشان اسطوركو تعيش وتسلمني يا ابني هشجان خش انت غيري وعشان تنامي هنا ايه تنام فين؟ تنام هنا امو ما تخافيش انا هنام مع ولد وهتنام معاك هنا الله اه قولي هللي ونبقى معي ابني وانتي بترفاصي وانت نايمة الممكن هنام على الارض يا مرت خالي لا يا اختي هتركبيني زم تلقحي تلقحي ما تتهوي شوية كده يا بنتي مالك وقفالي كده وروح فين طيب روح في اي دهنة اها فعال يا بنت اسمعي كلامي مازل معجب بالابنة انت بتخرفي تقولي ايه؟ بقولك انها معجب بها جدا كمان بقامرت ايه بقى فهمين؟ يا بنتي دول ناسة اغنية جدا من زماية يعني لو فكر في واحدة غيري في الدفعة يبقى الجان نرسم انت عارفة انت ايه اللي حيبديك في دهية؟ غرورك ده وما تغرش عليها ليه؟ تقدرت قوليلي هياركبة عربية بكم؟ بيتسرف كم في اليوم؟ طب قوليلي هياركبة عربية بكم؟ شارع عبدالعزيز لا واللهي قرب يا بيه شارعب يا بيه يا بنتي تكبرها بها يطلع كده تجري ادوات منزلية لا 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 باباها افسط من كده بكتير باباها صاحب مكتبة لا واللهي انت تظهر عليكي مخ جدرق واللهي؟ طب بصي هناك كده بص عشان تصدقي يلا بينا على فينا؟ منغلس على الحبيب ولما طلعت المكتبة وبصت على المرجع اللي انت كتبت لي اسمه كسفت جدا من نفسي وقلت اكيد هتشك ان انا نقش على المعادلة و جايت فلسفة ماشي يا لبنة مصدق صباح الخري يا دبتر صباح النور اهلا نقلس هاي خدمة احنا جايين نسأل عن معادلة النورفين اللي ممكن يتحاول لهيروين هو فيه كده بجد لا فيدي بقى هتسألوا الدكتورة لبنة لا يا دكتور يعني انا انا لسه يدوب قد كده بصراحة يا دكتور احنا ما تصورناش ان لبنة ممكن تكون وسلة المعادلة لوحدها يعني والله عندك حق هي كان ممكن ما توصل لهاش فعلا لو بتقدي وقتها زيك وكده قاعدة بتتشمس فعلا يا دكتور الشمس النهاردة الجنة ممكن اعزمك على كابتشيني طيب بعد اذنك يا دكتور فضال يا لبنة ممكن طبعا بس بعد ما تكتبي لي معادلة مهمة قوي تحويل الميثان لمركب يدي ناكية الكافية دكتور ارجوك احنا مش في معمال كاميا قولك يا امروان ما تركزي في مذاكرتك احسن لانا الكابتشيني امرو ما يوصلك اللي في دماغك فعن اذنك جالك كلامي بتاعت الكابتشيني بقولك ايه؟ بيعزبت عني دلوقتي خالص لبنة ممكن معديزك ثانية؟ تفضل يا احمد خير كنت عايز بس ناقل منك معادلة المورفينة اللي ممكن يتخول يا دي معادلة المورفينة حتجنن الدفعة كلها بقولك ايه؟ انا كنت بذاكر بشكل طبيعي كده زي ما قاعدة كده وطلعت في هدناغي المعادلة دي وطلعت صح؟ هي الكيميا كده لما تكون عارف قانونها كويس بتوصل منطقيا للخطوة الجاية ومالي يعني ما خطرتش البالي لنا ولا حد تاني في الدفعة كلها ليه؟ عشان انا بيت تضحية بذاكر مفيش في دناغي غير المذاكره بص ده اسم المرجا اللي حتلاقي في المعادلة ماشي؟ روحي الامين المتحدة بصليه جيبلك المرجا خلاص؟ بل راح علينا بص شوية طب يلا ازاي؟ بص يا ماروة لو جاي عشان معادة في المورفين قادي يا ساتي اسم المرجا يا روحي جيبيه ماروة بقولك ايه؟ انا جاي اقولك كلمتين تسمعون كويس وتحطينهم حلقة فوداني زي ما بتقولو في الاحياء الشعبية بتاعتكو ايه الطريالي بتكلميني بيها دي انا ما اسمح لكيش عاصل تتكتمي واسمعيني المعادة اللي اسمه ميزن ده تبعدي عنه خالص وبلاش تمحيك الفقرة بتاعتك دي انا بقولك ايه؟ انت مش قدي انا قرستي والقبر ولما كنتش عارفاني بقى يا ماما اسألي عني باي بول